توتر سياسي واضح في بريطانيا بشأن قضية بريكزيت وصل لكسر التقاليد الصارمة في المؤسسة السياسية البريطانية واتهام الحكومة بالزراء البرلمان في سابقة تعد الأولى من نوعها مجلس العموم البريطاني بدأ المناقشات حول خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بالتصويت على اتهام حكومتها بالزراء فيما تم تقويض سلطتها بشكل كبير بعد أن حظي حزب المحافظين بدعم لإجراء تعديل على قانون الانسحاب مؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دعموا هذا التعديل إذ عبروا عن أملهم في دعم البرلمان لبدائل نهج ماي لتصبح الكرة في ملعب البرلمان الذي يعكس إرادة الشعب البريطاني الذي سيقول بدوره القرار النهائي وما بين هذا وذاك تكبدت رئيسة الوزراء البريطانية ريزا ماي خسارة كبيرة في مسار خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حيث تعرض الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع زعماء التكتل لانتقادات من حلفائها ومعارضيها على السواء وعلى الرغم من رغبة ماي في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها من أجل الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد مغادرته في آذار مارس المقبل لكنها تواجه معارضة شرسة توحدت فيها آراء المنتقدين والحلفاء المستقبل الغامض الذي ينتظر بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي منع العديد من النواب في البرلمان من التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد أما ماي فقد حذرت من أن رفض صفقة الخروج سيكون محفوفا بالمخاطر فيما طالبها زعيم حزب العمال جيريمي كوربين بوجوب الحصول على اتفاق أفضل أو التنحي وترك الحكم للحزب المعارض النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يبقى معركة مؤلمة بين المشرعين وحكومة تيريزا ماي كما أنه سيكون السجل الأسوأ للحكومات البريطانية منذ أربعين عاما ترجمة نانسي قنقر